في أمور أخرى تخجلنا بعظمتها من امتيازات الله لنا بطرستاني 1-3-4 بيقول كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمعرفة بكلمة الله بالمجد والفضيلة المجد والفضيلة من خلال معرفة الله لذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية أنا أنا أفكر بهذا الموضوع وأقول من أنا الإنسان المحدود بكل ضعفاتي مائت من تراب إلى تراب عود لكي يهبني مواعيد عظمى وثمينة بها أصير شريك الطبيعة الإلهية مرتين هذا لا يعني أنني أصير إله لكن يعني أنني أصير أحب البر وأهرب من الشر الهاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة برومي 28 يقول لنا ما هو قصد الله وغاية الله من عمله فينا كبشر أكان في حياتنا هنا على الأرض وأستمرارها في الأبدية يعني يسأل الإنسان طب ما غاية الإيمان ما هي الغاية القصوى والنهائية للإيمان في المسيح نقرأ الكتاب لا هذه وسيلة وليست الغاية نصلي هذه الوسيلة وليست الغاية نذهب الكنيسة ما هي الغاية لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين وكأننا بقلنا هو أخوكم البكر أي المسيح ولكي تردوني صيروا مشابهين له فكل يوم أنت نسمح للروح القدس روح الله فينا ولكلماته وبحيات التقوى والتدرب أن نصير مشابهين للمسيح أكتر كل ما اقتربنا من تحقيق رغبة الله فينا إن كان في هذا العالم أو في الأبدية فكل يوم مثلا أسأل نفسي لو أنا على طريق السماء هل أنا محب كما مسيحي أحب هل أنا غفور كما مسيحي غفر لي هل أنا متواضع كما أنا ربي تواضع وغسل أرجل التلاميذ هل أنا أعيش لإرضائه كما المسيح قال مسرة أفعل مشيئة الذي أرسلني هل أنا مستعد أن أضحي في نفسي كما أن المسيح أتى ليعطينا حياته ليبذل نفسه فيديتا عن كثيرين فكلما اقتربت من الشبه في المسيح كلما أنا أختبر السماء في حياتي على الأرض وسأختبره في السماء في حياتي بعد الأرض ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر